عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعية بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيفة برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عمجلس الوزراء في مستهل اجتماعي على رسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس دكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي اكد مجلس الوزراء على اهمية ما تضمنه النطق السامي والخطاب الاميري الذي القاه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة من توجيهات سامية من شأنها ترسيخ المقومات الوحدة الوطنية وتحقيق الخير والمصلحة للوطن والمواطنين وكل ما من شأنه الاسهام في تقدم بلدنا العزيز ورفعته منوها بما تضمنه الخطاب الاميري من تشخيص دقيق للواقع الاقليمي المضطرب ولأوجه الخلل والمعوقات التي تعترض سبول الاصلاح والتي تعكس حرص سموه حفظه الله على تلمس اهتمامات المواطنين وهمومهم وإيجاد أفضل الحلول لمعالجتها وتحقيق آمالهم وطموحاتهم كما تدارس مجلس الوزراء أيضا سبول تفعيل مضامين الكلمة التي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تناول فيها التوجهات الرئيسية وفلسفة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة والتي تقوم على أساس حتمية التعامل الموضوعي والواقعي مع القضايا الوطنية لما يحقق توازن السليم بين الطموحات والإمكانات المتاحة في جميع المجالات مؤكدا على أهمية التركيز على معالجة القضايا المصرية وتنسيق العمل الجماعي الفعال والتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات المختلفة بما يخدم عمليات الإصلاح المنشود في جميع الميادين ويحقق مصلحة الوطن العليا ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتين لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري وكذلك مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعى تمهيدا لحالتهما لمجلس الأمة ومن جانب آخر استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013-2014 وملاحظات ديوان المحاسبة على أعمال الوزارات والإدارات الحكومية مشيرا إلى عدد من الموضوعات ذات الأهمية وبما يترتب عليها من آثار مالية واقتصادية واجتماعية والتي تتطلب كل اهتمام بالنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها وقد أشهد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها ديوان المحاسبة في أعداد تقريره السنوي للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة للدولة ودعا كافة الجهات المعنية للعمل على تلاف الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدوى لأعمال جلسة مجلس الأمة هذا وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بترقية اللواء الركن الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح إلى رتبة فريق وتعينه نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح موافقة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالعياد والمناسبات الوطنية بشأن اطلاق شعار قائد العمل الإنساني على احتفالات دولة الكويت لعام 2015 وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكلة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم إن اطلاق هذا الشعار جاء بمناسبة تكريم المجتمع الدولي لحضرة صاحب السمو وامير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وراه ومنحه لقب القائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني